اشتركوا في القناة هذه الفرحة ليست خاصة فيهم هذه الانجازات إنما هم مثلون الكويت ودائما يرفعهم الكويت في مثل هذه المحافل الدولية في المسافقات وهذا اللقاء اللي راح يكون بعد شوي وعن المنافسات في المؤسسة عبد الرحمن مؤسسة عبد الحمدان بن راشد المكتوم للعداء التعليمي حيث فازت الطالبة جنان جابر الشريف من مدرسة طليطلة الثانوية بنات بجائزة الطالب المتميز وتفاصيل أكثر عن هذا اللقاء وعن الطالب وعن الفائزة نرحب ونصبح بالخير ونقول ألف ألف مبروك يا جنان الله يبارك فيك مشكورين وماذا يصروني على هاللقاء حياتي الله جنان وحنا سعداء بوجودك معنا اليوم وهذا مو أول لقاء لك على تليزيون دولة الكويت ومن قبل الحمد لله كان لك أيضا مشاركات معنا زمين النواف كانت اللقاء بعد فائزة جائزة وهذا الجائزة كانت اللي هو برلمان الطفل رئيسة البرلمان العربي وأعتقد فازت بالمناظرات وهذا فوز عالمي ومحلي فما شاء الله تبارك رحمة عندنا موهبة كبيرة جدا أو عدة مواهب تكمن فيها الطالبة أعسى الله يبارك فيها ويحافظ لأهلها أكيد هناك سر نجاح جنان أكيد أنت شخصيا تعبت عن نفسك لكن أيضا معاتش من واكب هذا التعب وهذه الجهود فإذا بتقولي شيء عن هذا الجائزة وحتى عن جواز سابقة جائزة حمدان بن راشد على المكتومة الله الحمد هي جائزة تم اختيار فيها طالب متميز ومدرسة متميزة ومعلم متميز على مستوى خليجي الحمد لله في الدورة السادسة والعشرين تم اختياري أن الطالبة جنان الشريف ليحصد على هذه الجائزة في دورتها السادسة والعشرين والحمد لله الكويت في كل سنة تحصد على مثل هذه الجوائز على مستوى خليجي وباختصار ما هي هذه الجائزة هي عبارة عن ملف توضع في حصاد انجازاتك على مدى ثلاث سنوات الماضية يعني تقريباً أنا قام اشتغلها الجائزة من ثلاث سنينين من 2020 وفيها ثلاث محاور هذه المحاور تنعكس على المستوى الشخصي على المستوى المجتمعي أثر هذه الانجازات عليه ما هي خطة المستقبلية وفيها أيضاً عديد من المعايير والبنود التي تعكس حقيقة هذه الانجازات كانت هذه الجائزة عبارة عن مرحلتين أو نتخلقوا ثلاث مراحل المرحلة الأولى كانت على مستوى دولة الكويت تم اختيار نخبة من الطلبة التي تجاوزت ملفاتهم لحد المطلوب أو تعدت انجازاتهم البنود أو أكملتها المرحلة الثانية تم أرسال هذه الملفات لجنة تحكيم في الأمارات العربية المتحدة والحمد لله تم اختيار ملفي والخطوة الأخيرة والتي هي المقابلة الشخصية التي عن طريقها يتم التأكد إن كانت فعلاً هذه الانجازات موجودة على أرض الواقع وما هي مدى واقعيتها وتأثيرها على المجتمع ما شاء الله ما شاء الله انجازات كبيرة وقاعد نشوف معاتش الجنان هذه اللقطات للبرلمان أعتقد اللي هو البرلمان العربي للطفل رئيسي البرلمان العربي للطفل وأنا المشاركتش أيضاً هناك في البرلمان وجزء من هذه المشاركة أهلك أنت تفوزين اليوم بجائزة حمدان صح؟ صح أبي تكلم عن هذا الاستعداد وهل أنت كنت مخططة يعني مستقبل أنت تشاركين بهذه الجائزة وتجميعين هذه الانجازات ولا شون كان الاستعداد ولا أنت تفاجأتي بإعلان الجائزة طبعاً أنا منذ صغر أمي أبوي كانوا يحبزون أني أدش في مثل هذه المسابقات وكانت من أولى المسابقات التي كنت أدشها مسابقات القرآن الكريم هذه كانت من أصعب المسابقات التي كنت أدشها لن ندر أن لغة القرآن الكريم هي لغة العربية ونحتاج أن نتعمق فيها وإتقانها يبيل حفظه ممارسة وتلاوة ووقت جداً طويل فهذه كانت بداياتي والحمد لله من هذه الفترة كنت أحصد على مراكس أولى في هذه المسابقات بعدها شوي شوي تطورت كنت أدخل في الإذاعة المدرسية كنت أقرأ القرآن أيضاً كنت أقول مقدمة بالطابر بعدها شوي شوي بديت أدش مسابقات القراءة تحدي القراءة العربي بديت أدش مسابقات الشهر العربي ما شاء الله هذا الأبد الرحمن جنائي أكد معلومة أو تأسيس للطلبة خاصة في المراحل الأولى ابتدائي تحديداً أنت قلت نقطة مهمة جداً بأن القرآن من يتعلم القرآن ويتقن تعلم القرآن سواء قراءة أو حفظ أو حتى ممكن تفسير هذا يعطي القوة بأنه يكون شخص معادي وقادر يتكلم لغة عربي فصحة وقادر يشارك بكل ثقة ويعطي قوة الشخصية شو اللي يشارك قوة الشخصية الجنان في أيضاً غير القرآن وغير المواد الثاني بعد هذه المراحل عندما ندشيت المتوسط طبعاً أنا بكل مرة بكل مسابقة عندما يصير أنا لازم أدشع لجنة التحكيم في اليوم بمجرد ما أنا أدشع عليهم وأتحاور معهم أو أعطيهم المحتوى المطروح في المسابقة هذا أكيد سيكسبني ثقة بالناس والجراءة على أني بالمستقبل أقدرني أقدم خطابات أمام الجماهير طبعاً مثل ما ذكرت في البداية أننا حصلنا على المركز الأول على مستوى العالم في إجازة في مسابقة المناظرات وهذه المسابقة بكل اختصار أن يكون فيه فريقين ويتم طرح موضوع أو ناس قضية ويتم هناك التحكيم من خلال لجنة التحكيم ويتم ترجيح الفائز فهذه الخطابات كانت تقدم أمام الجماهير كانت تقدم أمام لجنة التحكيم كانت تقدم أمام الملأ فبسبب مشاركتي في هذه المسابقات وتكراري للمشاركة الحمد لله اكتسابت هذه الثقة الحمد لله شي زيد معنا أنا أسمع أني وائد ناس عندهم رهبة كبيرة أنا من واجهون الجمهور خصوصا إذا كان العدد كبير وائد ومسرح ومفتوح جينان لو بن نقول نصيحة مثلا حق زميلاتك في المدرسة يعني شي استفدت منه أو تعلمتين من مواجهتي الجمهور وقدرت تتكلمين شنو أهم شي كان لقوات طبعا الحمد لله اليوم دولة الكويت وزارة تربية موفرة لنا جميع الفرص إذا نبي نتميز يعني في المدرسة موفرة لنا مسابقات العلمية والأدبية المسابقات الرياضية حتى مسابقات تميز مثل جائزة حمدان بن راشد فدعما أنصح الطلبة أن جربوا هالمجالات تحاولوا ونتكم دشون هذه المسابقات لنا غير ما نهية رح تكسبكم مهارات ذاتية مثل ثقة بالنفس والطلاق عن التحدث هي أيضا رح تغذيكم من الجانب الأكاديمي حتى بالمدرسة جنان اللي عرفة أنه لما أنا شارك مسابقة يعني أتوقع هذه صور من المسابقة ولا ذي وين هذه افتتاحية مؤتمر المناخ كوب 28 تم استعالي ومثل دولة الكويتفيت الأطفال عن تأثير تغييرات المناخية على الأطفال ناشاء الله المسابقات المحلية لما أحد يشارك فيها ممكن يشوف نفس عمره ونفس كذا وفي منافسات وفي غيره بس لما تكون جائزة راشد حمدان بن راشد وجائزة مهمة جدا ومؤسسة مهمة جدا في الجوائز ودائما يكون موضع فيها قوية ودقيقة ويكون الاستعداد لها أكبر صحيح أنت شاركت من باب أنه كتحدي وأنه توصلين لهذه المكانة خاصة أنه ترى الموضوع وطن عربي مو بس الكويت أو الخليج صحيح شالي خلات أبيها الجائزة وأبي أحصل عليها أنا دائما أقول أن دولة الكويت نحن دائما نقدم لها الأفضل ونحن الحمد لله بدولة الكويت عندنا طلبة عندهم هذه القدرة أنهم يرفعون أسم دولة الكويت في مثل هذه الجوائس وفي أيضا المحافلة الدولية فأنا أفخر وأشعر بالسعادة بمجرد أنه أنا أفوز بأي جائزة أنه أنا قدرت أني أرفع أسم دولة الكويت نحن لنفخر ونحن ننشر بالسعادة للأمانة في كل مكان وفي كل مقابلة وكل لقاء نجري نواف مع المنجزين هذا الشيء أكيد نهدي ونبثة لكل أهل الكويت بالفعل أي إنجاز بسيط يعني المهما كان مشاركة بسيطة الواحد يعني يشيلها معا لآخر عمر عدل هذه دا كانت بسيطة لكن هذه المو بسيطة هي عالمية صحيح وما شاء الله هي شاركت مناظرات في المستوى العالم وفازت أنا حييتش أنت طبعا نحن حاورناتش والآن يعني نكمل الحوار معاش لكن أحيي والدينش وأعتقد الوالدة يعني خلف الكواليس موجودة والله يطلب العمر الوالد أيضا ويبارك فيه اللي أنتج لنا ويعني وهذه الفائزة وال يعني النابغة نقدر نقول النابغة جنان عسى الله يوفقتش أتوقع أن مثل طموحك ما يوقف بما أن شاركت بأكثر من مكان وعالمي في شيء بتخططي الله أو في مخيلة شيء بتخططي الله قريب بتشاركين فيه أكيد هذه مواخر جائزة رح نحققها ودائما النسعة أننا نشارك في مثل هذه المسابقات ونشارك في مثل هذه الجوالات متى ما أتيحت لنا الفرصة بس أنا الحين مقبلها على الصف الثاني عشر وأحتاج أن أركز أيضا بدراستي حتى أنا أيضا نقدر نشتغل المستقل نرفع العلمي علمي ولي الطموح عكس أنا ناوي علي إن شاء الله كدراسة جامعية ناوي على شيء معين حاليا لأننا هذا شيء تويد مجالات وجربت هذه الأشياء فإن الآن مقادرة أحدد أنا بس على الأغلب طب إن شاء الله إن شاء الله الله يوقيت يا رب وأنا أحب أجدد التحية لتش والوالدتش الكريم اللي كان ودنا لو يكون معانا في هذا اللقاء لكن ظروف من شاءات الظروف إنما يكون معانا فأحب أوجي أيضا التحية لأم جنان اللي موجودة أيضا معانا خلف الكواليس وهي أكيد أحد أبرز الداعمين لا شك إن الواحد بدون دعم الأهل ما يقدر ينجز ولا يقدر يأخذ راي أو إن المشورة أكيد من الأهل جنان أنا خاف حين بعض الطالبات أو زميلات يشوفون كلامك ويتحمسون أن يروحون يشاركون مسابقات ويلا خننافس وخنروح لكن الموضوع أكيد مو سهل يحتاج ترتيب وإعداد شون الواحد ينسق وقته خصوصا إذا كان طالب في المرحلة الثانوية طبعا عملية تنسيق الوقت هي عملية جدا صعبة وأكيد متاركتي في هذه المسابقات كان يحتاج أن أنا أوفق ما بين الدراسة وما بين هذه الجوائز ولكن الطالب إذا يبقي أنجز يحتاج أن يبدو الجهد أكبر فبتأكيد هو الموضوع ليس سهل ولكن يحاول أنه يرتب أولوياته ويحاول أنه يقسم وقته ما بين ما بين المجال الأكاديمي وهو في المدرسة ومجال غير أكاديمي ويبحث بالإنترنت ويشوف الجوائز العالمية اليوم صحيح مو بس في الإمارات يعني حاضنا لمثل هذه الطاقات أيضا دول الخليج دول عربية وأيضا دول أجنبية صحيح عندنا ناس ويد راحوا وفود إلى أوروبا وامريكا وغيرها صحيح شاركوا بمثل هذه الجوائز وحمد الله يا أبو أنجازة نحن والمناظرات العالمية والحين ما شاء الله فائزة بجازة حمد الله بن راشد المكتوم وإن شاء الله نشوفك أيضا في عالمية أخرى إذا وديك تقولين نصيحة اللي بجي لك أو توجهين كلمة اللي شوفك الحين وتحية كبيرة حق الأستاذ والدها جابر الشريف يستاهل منه تقولين الكلمة أو توجهين نصيحة له أحب أول شيني أشكر جميع من ساهم اليوم في حصولي على هذه الجائزة أو جوائز أخرى منهم أكيد أمي ويبوي هم كانوا ثمرة وصولي اليوم كانوا الداعم الأول والأساسي لي وحب أيضا نشكر أستاذ بدر الشيطي حيث أنه كان له دور جدا كبير في إشرافع عليه في هذا الجائزة وأيضا جوائز أخرى وأيضا مدرستي ومعلميني فنصيحتي لكم يا عزائي طلبة أن دائما حال الدشن في هذه المسابقات حتى لو فشلتها مو شرط الإنسان ينجح من أول مرة يعني أنا مو من أول مسابقة فست فيها أكيد الطريق في عدة عثرات ولكن نحن نتعلم منها ودائما نحاول أن نحصد هذا الجواز ونحقق الأفضل عشان نرفع أسهم دولة أكيد طبعا وتحية لثنانية طولة طولة تحية خاصة ولكل كنت ميلاتج اللي هناك ولا شك على أن اليوم جهود أيضا الطاقم التعليمي من المدرسيين والمدرسات اللي موجودين يعني وأيضا مديرة المدرسة وغيرهم لهم أيضا توجيه أساسي في اغتناص ونقدر نقول توجيه الموهوبين من الطالبات اللي موجودين وهذا كلام لكل الثنويات يعني من الشباب والبنات أيضا فقواجر الله جنان وشكرا لك وإن شاء الله انقابلك وانتي دكتور إن شاء الله فتنى الله يأتي لما تعافي شكرا جنان وعادة يقال عن القدوة بأنك كبير بالعمر لا أنا عندي قدوة وأثق أنها تكون قدوة لمن هو في جيلها فجنان ما شاء الله وصلت إلى العالمية وأكثر من العالمية وهي تعتبر قدوة بالنسبة على الأقل لمن هم في عمرها عسى الله يوفقها ويوفق والدينها اللي حرصوا عليها وانتجوا هذا الناتج الطيب ومبارك واللي رفع اسم الكويت في محافل دولية مشاهدين إلى فقرة أخرى والكتاب كما يقال خير جليس وكذلك وراء كل كتاب فكرة وراء كل فكرة خطوة للأمام فقراتنا القادمة دقائق مع كاتب رح يناقش ضيفه ورح يكون معه ضيف يحاول على الموضوع معين وهو الأستاذ دلي العنزي ويناقش كتاب وأيضا هذا الكتاب مع مؤلفة والكاتب الخاص فيه خلوني شوف معكم هذا الحوار مع الأستاذ دلي ونرجع إلى فقراتنا الحوارية